بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى ذكر الله عبادة سهلة وميسرة للجميع لا تحتاج إلى وضوء ولا إلى استقبال قبلة وإنما تحتاج إلى قلب نقي سليم كلما ازداد العبد تعلقا بربه زاد ذكره وثناؤه على الله ومن هنا أمرنا المولى تبارك وتعالى بالإكثار من الذكر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة ومن بديئ ألفاظ القرآن الكريم أن المولى تبارك وتعالى قد أمرنا بالذكر حتى في لقاء العدو فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوه انظر وتأمل قالوا من كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره الذكر منشور الولاية من ألهم الذكر فقد أعطي المنشور ومن حرم الذكر فقد منع إن الذكر باب لطريق الهداية يوفق المولى تبارك وتعالى فيه من يحبهم إلى الذكر وإلى كثرة الذكر ولذا قال فاذكروني أذكركم وقال في الحديث القدسي الذي يرويه عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إذن ذكر الله يحتاج إلى سلامة القلب ونقاء النفس وفروسية الروح قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وبالذكر تكون المغفرة قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذن إذا كثرت أذكار الإنسان واقترب من ربه تبارك وتعالى اطمأن القلب ومن ملامح التفسير الإشاري في القرآن أن الآية جاءت في سورة الرعد والرعد بداية الخوف لكن جاءت في سورة الرعد الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن ذكر قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا خرج الإنسان من من حول نفسه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مستعينا بربه متوكلا عليه واثقا في قدرته تبارك وتعالى على منحه أخذ ما يريد وزاد على ما يريد وطمئنه المولى تبارك وتعالى بل وألان له الحديد كل الله كما يريد يكن لك كما تريد ويلن لك الحديد الاستغفار والذكر يجلي صدأ القلب فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد والغفلة تأخذ الإنسان إلى صدأ القلوب ولذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله يجب على الإنسان أن يجلي قلبه بكثرة الذكر وبكثرة الأنوار فإذا استغرق في الأذكار دخل في الأنوار وخرج من الأغيار وهذا حال يعرفه من ذاقوا فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف من حرم الذكر فقد منع وابتعد وبعد أما من ألهم الذكر فقد اقترب أفضل الذكر ما يكون صاعدا إلى الله تعالى من أعماق القلب ونبضات الوجدان وسواكن الضمير أن تقول في نفسك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا ما أشر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الذكر السادة الكرام اذكروا الله كثيرا عودوا الألسنة والقلوب على الذكر ذكر العوام ذكر اللسان وذكر الخواص ذكر القلب وذكر خواص الخواص ذكر الروح والسر فاذكروا بقلوبكم وبأرواحكم وأسراركم ولا تنسوا الزكر لا في يقذتكم ولا في منامكم أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم